أنا بوجه للمسؤولين في اتحاد الكورة وانتوا عارفين الحمد لله عن الواحد بيتكلم دون أهواء أو أي أغراض شخصية احنا بيهمنا في المقام الأول مصلحة بلدنا ومنتخبنا والقرى المصرية ليحة التصفيات فيها بنود متعلقة بالتحكيم أبرز البنود اللي موجودة مثلا يعني انك لو عايز تستخدم تكنولوجيا خط المرمى لو عايز تستخدم تكنولوجيا غط المرمى وانت عندك الأدوات والمعدات اللي تسمح بده أنا معرفش الأمر متعلق بتقنية الفار كمان ولا تكنولوجيا خط المرمى فقط وده السؤال أنا بوجه له اتحاد الكورة ولكن ده لو متاح لنا ومسموح لنا ليه ما نطلبش من الفيفا قبل أي مباراة رسمية على أرضنا بوقتي كافي والفيفا حدد ده في اللايحة ان تكون مباراةنا فيها التقنية دي ان تكون مباراةنا فيها أمور تحكمية قد تكون إيجابية لنا ليه بقول قد تكون إيجابية لأن مثلا حكم مباراة جيبوتي بقرة حكم من جنوب إفريقيا ما عندوش خبرات دولية صغير في السن الناس في الكاف بتحاول تبروزه فعشان تبروزه تجيبوه فين يا إما مطش المنتخب مصر يا إما مباراة للنادي الأهلي وأنا لساني يعني دلدل من قطر الكلام في التفاصيل دي بقى أكتر من حوالي أسبوعين ثلاثة ودخل على شهر وبحذر الكل خدوا بالك من ملف التحكم في إفريقيا لأن فيه كوارث جاية فيه مجملات كتيرة الأخ اللي بيعين الحكام دوي نورمانديزا الإفواري عامل كوارث في التعيينات وفيه أعضاء في اللجنة بيلحقوه وأنا عندي ما يثبت ده على فكرة قلت الكلام ده قبل كده عندي ما يثبت ده بإيميلات ومرسلات ومحادثات كمان فالناس لازم تاخد بالها فالتحاد الكورة لو أنت مستسهل التصفيات أرجوكم يا جماعة وده سؤال بأوجه لكم لو اللايحة لأن أنا اللايحة بصت فيها وشفتها واللايحة على فكرة مش حاصر عندي اللايحة موجودة على الويبسات بتاع الفيفا فيها بند بيقول لك لو عندك إمكانيات بتستخدم تخنولوجيا خط المرمى أطلبها فهلو عندنا الأدوات دي أطلبوها يا جماعة بدل ما يجي لها حاكم ضعيف يأثر لك على قرار لعبة ولا اتنين تلاي نفسك طالع متعادل مع جبوتي ولا مع سيراليون ولا أي حد على ملعبك فبالتالي استفيد اللايحة فيها التفاصيل حلوة على فكرة يعني فيها حاجات ممكن تفيد منتخبنا فالتفاصيل الإدارية اللي زي دي لا تقل أهمية عن التفاصيل الفنية فيتوريا بيشتغل بيختار لعبته يختار أفضل تشكيلة ربنا يكرم منتخبنا ولكن دورنا الإعلامي اللي احنا نفوق الناس ان احنا ننور لهم اللمبة الحمرة خدوا بالك اللايحة فيها نقاط مهمة اقروا بصوا شوفوا اللي ممكن يفيد منتخبنا فأتمنى التعقيب ده يوصل لمدير المنتخب والسؤال ده يوصل لمجل الزارة الاتحاد عشان بعد مباراة جبوتي اي مباراة على ارضنا نستفيد باي حاجة ممكن تكون في صالح منتخبنا الوطن نهاردة التدريب